حيث أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي عن مستجدات فيروس كورونا أكد أن منحنة إصابات كورونا في المملكة في تراجع الحمد لله هذا ما نلاحظه كذلك في المنحنة في المملكة العربية السعودية بعودة الحالات وعودة نسبة إيجابية التي نرصدها في الفحوصات إلى مستويات أكثر أطمئنانا واتجاهات أكثر أطمئنانا ولله الحمد وطبعا نتابع في ذلك الوقت مستويات بقية الحالات سواء كانت المنومة أو التي في العناية الحرجة ونراقبها باستمرار تلاحظون كذلك فيها شيئا من الارتفاع ولكن نعلم دائما بأن الحالات الحرجة تتبع حالات الإصابات بأسبوعين إلى أربعة أسابيع في مستوى منحنياتها فنستبشر كذلك خيرا في أننا في مقبل الأيام كما لاحظنا هذه المنحنيات بها تجاهة إيجابية ستتبعها كذلك حالات العناية الحرجة الأمر المهم أن نستمر بمستوى الاحترازات اللازم وأن نواصل حصولنا على اللقاحات حديث متفائل وجميل ويدعونا أن نرفع مستوى التفائل للخلاص من هذه الجائحة إن شاء الله من الحديث عن المنحنة